نكمل يا سادس قلتلك إذا ما بدك تختصر هون في الكسور حلها عادي يعني هي عبارة عن نص يعني دي حلها بطريقة تانية ضرب عشرين ضرب عشرة هلا عند ضرب الكسور حكينا هاي العشرين مقامها واحد عند ضرب الكسور بنضرب بسوط في بعض ومقامات ببعض بدون توحيد المقامات في الضرب لا يجلس توحيد المقامات إذن بضرب بس في بس ومقام في مقام يلا واحد ضرب عشرين عشرين على اتنين ضرب واحد اللي هي عبارة عن اتنين إذن بتصير عبارة عن عشرين على اتنين بدي أضربها بالعشرة كمان صارت ضرب كسور هاي العشرة شو مقامها العشرة مقامها واحد دائما أي عدد الحالوي يعني مقام واحد لما بدي أجي أضرب شو بضرب بس في بس ومقام في مقام عشرين ضرب عشرة اللي هي عبارة عن متين لأني منزل الصفرين وبحكي اتنين ضرب واحد اتنين على اتنين ضرب واحد اللي هي عبارة عن اتنين إذن صارت متين على اتنين شو يعني متين على اتنين يعني متين تقسيم اتنين شو نص المتين أو متين تقسيم اتنين قداش اللي هي عبارة عن المية إذن طلع نفس الجواب لازم يطلع أصن نفس الجواب والوحدة سانتيمتر وصارت عبارة عن سانتيمتر مربع إذا ما بدك تبسط لكن طريقة التبسيط تختاري عدد في البسط عدد في المقام وكلاهما يقبل القسمة على نفس العدد اللي أنا بدي أحدده ما لوجد دخل في الأعداد الموجودة هون يعني أنا ما قسمت على 2 لأنه هون في عدة 2 لا أنا قسمت على 2 هذا عدد في البسط وعدد في المقام قسمتهم 2 على 2 لأنه كلاهما زوجي هذا الزوجي وهذا الزوجي إذن يقبلان القسمة على 2 فاخترت تقسيم على 2 هون وهم تقسيم على 2 وكملت عملية الضرب تمام ما بدك تستخدم تبصير الكثير حل عادي بيطلع نفس الجواب بالآخر تمام لهن يا سادس نرجع على صفحة 59 في عندي سؤال لرقم واحد الموجود بصفحة 59 بقول لي في عندي شبه منحرف طول قاعدتين يعني القاعدة الأولى 30 سنتيمتر والقاعدة الثانية 2 دي سيمتر وارتفاعه عبارة عن 4 دي سيمتر بدي أحسب مساحته إذن مطلوب بالسؤال احسب مساحت شبه المنحرف على طول زي ما علمتك أول خطوة بكتب قانون مساحت شبه المنحرف يلا مساحت شبه المنحرف يساوي شو قانونه؟ نص ضرب بين أقواس مجموع القاعدتين مسكر الأقواس ضرب الارتفاع وبقدر أحكي بدل مجموع القاعدتين أحكي قاف واحد زائل قاف اثنين هلا شو بنعمل؟ نرجع نقرأ من السؤالة بشوف إذا كانت الوحدات زي بعض ولا لا يلا شبه المنحرف طول قاعدته الأولى 30 سنتيمتر والتانية 2 دي سيمتر وارتفاعه 4 دي سيمتر بطلع حل الوحدات نفس بعض لا مش نفس بعض عندي واحد صانتي وعندي تندين دي سيمتر فمش نفس بعض فبقول لحالي بما أنه في عندي تندين تنتين دي سيمتر معاتوا بخليهم كلياتهم يصيروا دي سيمتر مش صانتي متر ليش؟ يعني بس عشان أحول بحول الصانتي متر لا دي سيمتر أما إذا بدأ حول الدي سيمتر صانتي معاتوا بدأ حول هاي الدي سيمتر صانتي وبدأ حول هاي الدي سيمتر صانتي فمرتين رح أحول لا بحكي لحالي بما أنه في عند الأكتر الأكتر أنهم 10 ديسي فمعناته بحول هاي اللي مش زيهم اللي هي صانت تصير زيهم تصير ديسي معناته بدي أحول لصانتي متر يصير ديسي يعني مين صانتي متر 30 صانتي مين هي هاي 30 أحد القاعدتين أحد القاعدتين 30 صانتي بدي أحولها تصير ديسي معناته تحت بأسفل السؤالة بعيدة عن الحال بحكي في عندي واحدة من القواعد طول قاعد القاعدة واحدة منهم الأولى عبارة عن 30 سنتيمتر هي اللي بدي أحولها 30 سنتيمتر لا إيش بدي أحولها لديسي إذن من سنتيمتر لديسي متر بروح على الدرج هاي الدرجة موجود قدامي من إيش دي حول أنا قلت من سنتيمتر لديسي من سنتي لديسي شو العملية اللي أنا بعملها طلوع شو يعني طلوع يعني قسمة إذن بدي أقسم دائما إشارة القسمة تعلمت تكون على شكل خط كسر هاي خط الكسر أحسن إذن بدي أقسم طيب كم درجة طلعت أنا من سنتي لديسي طلعت درجة واحدة إذن شو العدد المستخدم عشرة إذن دي أقسم على عشرة صارت عبارة عن 30 تقسيم عشرة قدش 30 تقسيم عشرة صفر مع الصفر بروح بيضل 3 تقسيم واحد يعني 3 وبطلت سنتي قلنا بنحول إحنا من سنتي لديسي إذن شو صارت الوحدة المستخدم في السؤال عبارة عن ديسي متر إذن 3 ديسي متر إحدى القاعدين هلأ بنرجع نقرأ السؤال عشان نحط الأرقام في القانون إذن شبه منحرف طول قاعدين بطلت 30 سنتي شو صارت طلعناها 3 ديسي متر إذن صارت هاي عبارة عن 3 ديسي متر والتاني 2 ديسي متر إذن بروح على القانون بحث تحت مجموع القاعدين الأولى بفتح الأقواس بحكي 3 ديسي متر والتاني 2 ديسي متر ومجموع يعني بناتهم جمع تمام هلأ بنرجع للسؤال وارتفاعه 4 ديسي متر إذن تحت كلمة الارتفاع راح أحط أربعة إذن ضرب 4 ديسي متر هلأ خلصنا لا ما ننسى إني بدي أن نزل الضرب اللي هون والنص اللي هون فبصر نص ضرب بين أقواس 3 زائد 2 ضرب 4 حسب أولويات العمليات الحسابية قلنا لازم نوجد مجموع ما داخل أقواس شو داخل أقواس 3 زائد 2 يلا 3 زائد 2 عبارة عن 5 نزلتها تحتيها شايفين معانتوا هلأ بنزل للنص مكانها والضرب مكانه أرجع أنزل 3 زائد 2 لا شو نزلنا مكانها 5 ضرب 4 تمام هيك صار عند القانون هلأ بدي أجي أضرب كسور في بعض نص ضرب 5 اللي هي مقامها 1 والاربع اللي هي مقامها 1 بضرب بصوت مع بعض ومقامات مع بعض يلا شو بتصير يمس واحد ضرب 5 خمسة خمسة ضرب 4 اللي هي عبارة عن 20 إذن 20 على 2 ضرب 1 ضرب 1 اللي هي عبارة عن 2 إذن صارت عبارة عن 20 تقسيم 2 شو يعني 20 تقسيم 2 اللي هي عبارة عن 10 وشو صاروا كلياتهم بأي وحدة كلياتهم صارة وحدة الـ DC ولأنه إحنا بنطلع مساحة حكينا للوحدة بحط رقم 2 وبحكي عنها مربع فبصير الجواب عبارة عن 10 DC متر مربع تمام إذن 10 DC متر مربع الطريقة الثانية ممكن في تبسيط الكسور مش لي أنا بدأ أضرب نص ضرب 5 على واحد ضرب 4 على واحد ببلش من اليمين الضرب بقدر أختصر كسور أختار عدد في البسط هايو الأربعة مع عدد في المقام هايو التنين هدول كلاهما زوجي فالتنين بيقبلان القسم على اتنين فبحكي تنين تقسيم اتنين واحد وأربع تقسيم اتنين اللي هي عبارة عن اتنين فصارت عبارة عن واحد ضرب خمسة ضرب اتنين يعني عشرة واحد ضرب واحد ضرب واحد يعني واحد فبصير عشرة واحد يعني عشرة إذن طلعي نفس الجواب بنفس الطريقة اختاري الطريقة اللي بتريحك وهيك يا سادس انتهت جزء الأول من الدرس الثالث مساحة شبه المنحرف خلينا نجي نحدد الواجب بيتي زي ما أنتوا شايفين السؤال الأول والسؤال الثالث من صفحة 60 ويعطيكم ألف عافية